وقل جمعة كابتن وقل جمعة زكي جدا كان قاري القانون واضح يعني من كلامه ان هو كان قاري القانون مية في المية وتحس كده ان معمول لكن في النهاية وقل جمعة قدر ان هو يتكلم بالمنطق دايما يا جماعة في النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين دايما لما بديجي نتكلم عن النادي الاهلي ما بنتكلمش كلام اللي هو نطلع نقول ايه ونقعد نسقف ونطبل والكلام دا كله لا احنا دايما لما بديجي نتكلم بنتكلم زي ما حضرتك شفت كده يعني لو اي حد قاعد قدامي بتفرج على الشاشة سواء اهلاوي او غير اهلاوي وانت قاعد بتفرج على الشاشة هتقرأ الكلام دا هتعرف ان هو من الفيفا هتقول اه هي بالفعل ركل الجزاء وبالفعل هي كارت احمر اقفل الموضوع بقى مش هنتكلم فيه تاني اي حد هيجي يتكلم معاك فيه قول له حضرتك قريت القانون حضرتك شفت الكلام اللي مكتوب ايه لكن الربطيات اللي بتتعامل والكلام اللي بيحصل لا دايما دايما زي ما كان مثلا خلينا تكلم عن كابتن وقى الجمعة وكابتن وقى الجمعة كان مدافع قوي جدا وكان مدافع كبير جدا في عالم كرة القدم في مصر وفي النادي الاهلي تحديدا ومع منتخب مصر طبعا ولكن كان عنده ثقافة بالقانون مبارح وهو قاعد لما جي يتكلم تفوق على الجميع هل بالكلام ولا بالتطبيل ولا لمجرد ان انا عايزك ازايد على بعض او ازايد على بعض الناس او ان انا اكسب حاجة عند الناس لا بالليحة وقانون زي ما حضرتك شفت كده فمن فضل حضراتكم يعني انا مش عارف اقول ايه يعني بجد يا جماعة يعني انا ما تصورتش ان في حد ممكن يتكلم عن ركلة الجزاء دي باي طريقة من الطرق باي طريقة من الطرق هي ركلة جزاء واضحة واضحة وصريحة وكارت احمر واضح وصريح بدون اي تعليق يعني المفروض الناس اللي في كل الاستوديوهات اللي في العالم كله بيتفرجوا على هذه المباراة اول حاجة تعملها ايه اول حاجة تعملها ان انت ترفع ايدك وتسقف لحكم المباراة تقول له هايل على رغم من ان انا كان عندي تحفظات كتير عن حكم المباراة عموما يعني في الفترة الاخيرة ولكن انبارح الحقيقة ادى المباراة واللعبة دي تحديدا لان اللعبة دي فرقت كتير جدا في المباراة ان انت تلعب الترجي العظيم واحد من اعظم الفرق في افريقيا وتلعب الترجي القوي واحد من أقوى الفرق في أفريقيا بعشرة غير ما تلعبوا بـ 11 خلينا برضو نكون واضحين وواقعيين فالحقيقة أنا بأهنئ الحكم المباراة الحكم الرئيسي وبأهنئ برضو ردوان جيد حكم تقنية الفار وده الموضوع اللي احنا كنا بنعاني منه خلال الفترة اللي فاتت في الدولة المصري إن حكم الفار ما بيبقاش واخد باله قوي لكن مبارح الحقيقة أي حكم تاني ممكن يعدي كرة زي دي يحسب درب الجزاء ويدي كرت أصفر وخلاص ولكن يجب أن يتم تحقيق العدالة والكلام ده أنا قلت له لحضراتك قبل كده مليون مرة أن النادي الأهلي عندما يتم تحقيق العدالة من وجهة نظري حيفوز بكل حاجة إن شاء الله يعني إن شاء الله